هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمال يعلن لهم من خلال أقوى تصريحات له أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك معاشات العجز للعمال تزامنا مع الاعتفال بعيد العمال الذي تحتفل به 151 دولة حول العالم نستعرض جهود الدولة لحماية العمال من خلال المظلة التشريعية التي يصدرها مجلس النواب حفاظا على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة يتناسب مع الجهود التي بزالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لا سيما الفترة الأخيرة حيث أكد على دورهم الكبير في بناء الجمهورية الجيدة خلال خطابه ومناسبة الاعتفال بعيد العمال الضمان الاجتماعي يعتبر دمج العاملين غير النظاميين في التأمينات الاجتماعية قطوة مهمة نص عليها كانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وهو أول نظام يهدف لتلسيح الحماية الاجتماعية لتشمل العمال غير النظاميين والحفاظ على الحكوم في الحياة الكريمة والحصول عليها معاشات التعاقد والتأمين لشخوخة والعجز والوفاء وإصابات العمل والتي تسريع على العمل بأجر وكذلك تسجيلها وعصرها لتزويدهم بجميع جوانب الرعاية الصحية والاجتماعية ربط الحد الأدنى للأجور بالمعاشات من أجل توفير حياة كريمة وسد الفجوة بين الرواتب والمعاشات ربط قانون التأمينات والمعاشات بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة وإنشاء قانون آلية زيادة المعاشات بنسبة معوية من معدل التدخم في الدولة والتي تتحمل نظام التأمينات الاجتماعية بحد أقصى زيادة 15% على عكس نظام القائمة الذي يعتمد على الزيادة التي تقرر الدولة تحملها من الخزانة العامة للدولة كما أنشأت تشريع معاشا إضافيا على أساس الاشتراكات المحددة واختياريا للمؤمن عليه لمن يرغب في تحسين كيمة المعاشة المستحقة له على أن يضاف إلى أجمال المعاش تعويض إصابة العمل وفقا لقانون التأمينات والمعاشات إذا حالت الإصابة دون قيام المؤمن عليه بعمله فعلي السلطة المختصة دفع تعويض الأجر خلال فترة عدم عمله بسبب ذلك وتعويضا عن أجره يعادل كامل أجر الذي تم دفع المساهمة شهريا واسبوعيا للآخرين ويستمر دفع هذا التعويض عن مدة عجز المصابة عن أداء عمله أو حتى يثبت العجز الدائم والوفاء وينظر في الحكم بالضرر كل حالة انتكاسة أو مضاعفة تنشأ عنها ويتحمى صاحب العمل أجر يوم الإصابة مهما كان وقت حدوثه ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشارع مكسوما على ثلاثين كانون المعاشات والتعامنات الجديد يلزم صاحب العمل عند وقوع الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج تتحمل الجهة المقتصة بصرف تعويض الأجر نفقات نقل المصاب وسائل النقل المعتادة من محل إقامته إلى محل علاجه وإذا كان خارج المدينة التي يقيم بها ودفع مصاريف النقل عن طريق وسيلة النقل الخاصة داخل أو خارج المدينة ما ترى الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح له باستخدام وسائل النقل العادية تتبع لاحة النقل ومصاريف ملصة على القواعد الواردة في اللاحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشعر العجز التام أو الوفاء في حال ترتب على إصابة العمل عجز كامل أو وفاء ينص قانون المعاشات والتعامنات الجديد على تزديد المعاش بنسبة 80% من العجل ويزداد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى يبلغ المؤمن علي سنه 60% حقا وحكما إذا كان العجز أول وفاء سبب النهاية خدمة المؤمن علي وتعتبر كل زيادة جزء من المعاش عند تحديد مقدار الزيادة التالية العجز الجزئي في حال ترتب على الإصابة عجز الجزئي دام يقدر بنسبة 35% فأكثر يستحق المصاب معاشا يعادل نسبة هذا العجز من المعاش إذا أدى هذا العجز لإنتاج خدمة صاحب العمل المؤمن علي لأنه ثبت أنه ليس لديه عمل آخر لديه صاحب العمل إذا ترتب على الإصابة عجز جزء يدام لا يصل إلى 35% يستحق المصابة التعويض بنسبة ذلك العجز مضروف وفقية راتب الاعتجال الكامل لمدة 4 سنوات وتم دفع هذا التعويض ضفع واحدة يكون معاش الوفاء والعجز الكل لما لا تقاضى أجل ممعد للحد الأدنى للمعاش ولا يكل عن الحد الأدنى العدلي للمعاش إذا ترتب على الإصابة عجز جزء يدام يقدر بنسبة 35% فأكثر يستحق المصاب معاشا يعادل نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ترتب على الإصابة عجز جزء يدام ليصل إلى 35% يستحق المصابة تعويضها المقدرا بنسبة ذلك العجز مضروف وفقية المعاش المنصوص عليها في الفقرة الأولى لمدة 4 سنوات وهذا التعويض تطفع دفع واحدة معاش العجز كما حدد كانون التأمينات والمعاشات الفئات التي تطبق عليها المواد المتعلقة بالتعويض عند إصابة العمل معاش العجز وهي العاملون في القطاع الخاص دون سنة 18 طلاب الصناعة الطلاب العاملين في مشاريع التوظيف الصيفية المسرون عن الخدمة العامة من يعمل بعد سن التقال ولا تسري عليه أحكام تأمين الشاقوخة والعجز والوفاء